أستاذ إبراهيم هننتقل الحديث عن قضايا كثيرة جدا منها محاور بالتنصيق مع حضرتك زاملنا العزيز عدها ودي هتكون حصرية لبرنامج الأهلي الليلة والقناة النادي الأهلي في محاور دولية وعالمية أكثر من رائعة عدها زاملنا العزيز وطبعا اللي على مستوى عالي جدا من الكفاءة اللي بنشهد له بالكفاءة العالية والتميز عمر البنوبي اللي بنشكره عليها من بداية هذا اللقاء وحضرتكوا اتبعوا معنا عن الكرة وخريطة الكرة العالمية وده ناصل إليه بعد قليل وتطورات في عالم الرياضة والكرة الأوروبية خلينا نبدأ مع حضرتك مع مشاهدينا بالنادي الأهلي فريق الكرة نتائج الرياضة تصور حضرتك للمرحلة دي وحضرتك شايف الأمور إزاي بعد الأحداث اللي مرنا بيها من حلقتنا في الأسبوع اللي فات وحتى يومنا هاتف هو طبعا هنا المنحنة بتاع فريق الكرة واضح أنه كان ماشي من سيء إلى أسوأ وإلى اندات الطمر الكبرى الليلة النتيرة بتاعت أفريقية 5-0 نعم ولما دي الماتش التاني النتيرة وانا في اليوم ده احنا أذكر في الحلقة ديات أنه قلت بقول أنا شايف النهاردة عودة الوعي لجماهيرنا لأول مرة الأمور المصري يعمل زي الأمور اللي برة ويسقف الفرقة يعني ما قدرش يتوصل وطلعت وكلام ده وده تشجيع للجاي وده نقطة إجابية مهمة جدا جدا في الموضوع أنا لما تبقى فرقتي في الكرة مثلا وفي أي مشكلة في الدنيا لما تبقى في فرقتي في التحصر وفي مشكلة أنا أفراها ما أهلش الطراب عليها تمام ده مش معنانا لما أفراها أننا ده على أساس أننا واثق لده أن هناك من يصحح الأخطاء فيه أخطاء بطب أخرجة عن الإرادة وفيه أخطاء بتعمل فيه أخطاء فيه أخطاء فيه أخطاء فيه أخطاء فيه أخطاء فيه حدات غلط في حدات غلط أنا على ثقة أنه ممكن ده يتعمل وتصلح بس ما ينفعش أن أنا وانا فص المشوار أنه نهد الدنيا أو هد المعبد على اللي فيه يعني ده النقطة المهمة وده اللي عملوا الأمور النادي الأهلي ويمكن فيه أصوات كتيرة اللي ده بتكلم ده بتقول أي أن كانت الأمور علينا أن نصبر له ونحن نقف نقف رده زعلانين من الفرقة وزعلانين من اللعيبة فيه سلبيات آه لما نحكي على حالات من السلبيات وده على سبيل التذكرة اللي هو جاي يعني إحنا لما شفنا المتش الأخراني اللي هو المتش الأهليو بيراميد آه بيراميد آه مثلا على سبيل المثال آه محمد الشناوي حارس مرمى عارف أنه عنده أنظريان هو عارف أكيد وأكيد أن كل اللي عاديين على الخطوة ده بس أنا بلوم أنا أخوانا بقى اللي عاديين جهاز الفني الجهاز الفني والإدارة اللي موجود عارفين أنه كل لعب عنده أديه عنده إنزارات رصيده من البطاقات عنده البطاقات أديه وأكيد أنه أكيد هم بيتكلمهم من اللعيب ممكن اللعيب تعصابه تعمل مكلام ده إنما حالة الشناوي تحديدا ما تستحملش ليه لأنه عندنا إشكالية في الحكاية إكرامي متعور وفيه إشكالية في الحتة دي أنت بقى بتطلع من الجود أنت هو جاي وكده محدش قادر يقوم قوله إردع يعني أنت منع خط ممكن شايف الأحصاب متوترة وكلام ده عشان منخسارش مجهود حارس بكفاءة المجهود يعني هتبقى من كله يعني يعني أنا بسأل هديين القص صغيرة اللي بيسموها في علم الارتماع وفي علم النفس التفاة الصغرى حارس غيرها أنا بحيي حضرتك على الكلام ده لأنه جالي أكتر من شكوى من أكتر من مشجع أهلاوي مبارح عدد من المشجعين الأهلوية كانوا بيكلموا في ده بيولو يا جماعة إذا كان فيه أي عدم توفيق أو إخفاءة في مباراة ما نكملش عليه ونزود المشكلة بأن لعبينا أصحاب الخبرات خبراتهم الاحترافية والدولية نروح ننفلت ونكلم الحكام فنحصل على بطاقات يعني إحنا في غينة عنها عشان ما نحصل يعني أصلاً لما بغد كلم اللاعب اللي مش عارف أنه بلعف نادي كبير زينادي الأهل إذا ما كانش عارف الإيمة دي وعارف قيمة اللامهير الكبيرة اللي بتسهل عازنا إذا ما كانش عارف يمشي صراحة كده يعني عشان خطر ما ينفعش اللي مش عارف إيمة ده يمشي لما تيلي تقولي النهارده النس فلو الموقف كلام ده الدنيا أولاً ما بنهدش الدنيا على حالة لأن الأهل ما زال أمامه فرصة فرصة أنه يحصل على الدوري إذا كسب كل المباراة اللي جاي خلاص من غير يعني ده لا فيه استهانة بأحد ولا فيه يعني يعني ما نقول كده ما نستهنش بالمنافسين إنما دي حقيقة اكسب مشاتك الليلية رغم أنك كسرت الماتش وما عزير كذا كسبت الليلية ده خطبالك تقدر تأخذ البطولة طيب تسألني سؤال هل اللعبة اللي في النادي الأهلي تقدر تعمل ده أنا مندهش أنا مندهش من الحالة اللي كانوا اللي هم الحالة اللي بجي لهم دي اللي سهل ما الله بينزع لهم ده إيه ده هي المسألة كلها إيه حتيرة حيات يقول لبقى ما الروح لفنن الله حمراء ضاعت مش الرحل في النه 날 حمراء ضاعت ولا راحت ولا جات إيه أنتا فين إنتا فينك إنتا إنتا أولا بتلعب كرة إذا выступت بالكمة إذا ما كنتش بتعرف تلعب عشان تتمتع وlleson enquanto husband لو لعبت عشان تتمتع لعيب كرة بتلعب الاجليم ده عشان أنت تتمتع لأنك أنت لو تمتعتها هتمتعنا و هتكسب و هتكسب إنما لما تبقى نازل إيه ده هو فيه إيه لا فيه حالة فيه حالة غلط فيه لود عصبي أنا بقى لود عصبي لود عفري تزرق أنتو النهاردة في إيديكم أنتو المجموعة اللي بقعو ده كلام اللي بقوله أنا من القناة بتاعت النادي الأهلي أنتو في إيديكم أنه كنتوا صلاحوا ده خلاص بقى ننسى الحالات الصغيرة لأن فيها حالات سازلة كتير حصلت في المجموعة ده أنا مش متصور أنها تحصل يعني أنا أفهم أن أنا ممكن أخطئ في شيء إنما حالات كتير سازلة ما تفعل تجمعت مع بعضها في الأداء في المباراة يعني أنا لما يعني أنا النهاردة الخطأ بأنت أحمد فتحي ده ده ما أحمد فتحي بخبرته كبيرة جدا ولعيب دولي وخبرته دي ألا أنت معروف أن في الثمنتاشر الحتة دي لما أنت في الزاوية لما تخش الثمنتاشر في الزاوية دي لما تبقى الزاوية لما يدى ما فتوح أنت تكلم لحظة إحراز هدف كرة آآ لا ولا لا الهدف الإجراء ده ده أبسط حاجة أن أنا بضغط عشان ما يشوتش وأنا ما خلوش عادي من ناحي الرهو يعني حتى أنا أنا بضغط لو عايزي عادي من ناحي بره عادي من ناحي الرهو ببعدوا عن المرمى ببعدوا عن حتة دي ده إيه ده كيف يحدث خطأ زي ده يعني ده حاجات كتيرة مهدين مع دي مع دي مع دي مقنع جدا بس ما ترجمش الأهداف الخمسة وعشرين دقيقة التانية نصف التاني من الشوط الأول الأهلي عمل برس هجومي على فريق بيرامدز وكان قبق أوسين أو أدنى أنه يحرز أكتر من هدف في فرص ضاعت بغرابة الناس يقول يا جماعة دي مهارات أساسية عند لعبين أنهم يحرزوا الأهداف من فرص أصعب من دي ده واضح أنه في تأثير شديد جدا عليكم على تركيزكم في الملعب أو أنه لا أنا معرفش بها هل ده تأثير هو ده الموجود اللي موجود يقدر ده يصلح يقدروا يصلحوا التدخل يقدر يصلح إنما ده أظهروا هدف الدور السنة اللي فاتت جايب من العدد اللي ريبهم أغلبهم ضربات رأس أم أنا ضاية أنا ضربة رأس اللي بحطوه في الأرض دي هنهزر يعني في حاجات كتيرة أنا النهاردة عدب بقى توفيق مرة ممكن وعدب توفيق ده الحكاية أنه نقلق فكرة أن أنا ألا أن أنا ألا خمسين طويلة خمسين ما ينفعش لازم أطلع كده يعني تمام تدرك ده ممكن آه في أخطاء ممكن آه أنتوا بقى كلعيبة أنتوا لازم تعرفون أنكم تلعبوا في نادي كبير لدن ولكم جماهير كبير لدن وأن عندكم إمكانية وإنتوا عندكم إمكانية كبيرة لدن خدت بالك وتعمله ده إذا ما عملتوش ده بأنتوا عليكم أنتوا تحمله أنتوا من نتائج لأن ده في الآخر ده ريكورد في تاريخها كنتا ده بتسلل في تاريخها كنتا رغم حتى غضب بعض الجماهير وده نعكس على يعني بعض أعضاء النادي وحديثه عن أنه يتمنى يشوف الفريق أفضل ونتائجه أفضل بعض الجماهير على المواقع حتى في الاستاذ في ملعب مباراة الأهلي وبيرامد بعض الناس كانت غير راضية وكانت فيه نوع من النقدة أو الهجوم على اللاعبين لكن في المجمل يا أستاذ إبراهيم بنشوف جماهير على المواقع وعلى السوشيال ميديا بتقول لسه بنأيد الفريق حتى لو في أزمة فنية حتى لو مش موفق إحنا مع الفريق وداعمين للفريق ووثقين أن اللاعبين قادرين أنهم يستعيدوا طريقة أدائهم وشخصية أدائهم في الملعب والنتائج الأخرى أصلا لازم ده في المرحلة دي الحساب بقى إزاي وإمتى وإزاي وإذا تعمل ده ده بعدين بعد معدل المهمة بتاعتي يعني أنا بعد معدل المهمة دي بس هذاك مع رؤية مجلس إقدار أنا محصلش تغيير الجهاز الفني أنا عايز أقول في النقطة اللي هنا ربما أكون ليه أولية نظر تاني أنا ما أنا عايز أقول في الكرة وفي حاجات كثيرة في الحياة أقول هات نظر كثيرة يعني ممكن أولية نظر زي القضية دي ناس تقول لا المدرب يمشي أولية نظر صحيحة وناس يقول يعد عشان خاطر يكمل مشارك أولية نظر صحيحة خذت بالك إنما في حاجات لا أنا ولا أنت عارفينها في تفاصيل في التفاصيل الدقيقة مقدرش أنا أحكم أقول ده غلط والله صح فيها إلا لما أكون على علم بيها تمام النهاردة بقى المسؤول النهاردة النادي الأهل مجلس الدارته المسؤولية اللي فيه والإدارة الكرة والمسؤولين هم الأعلم وأقدر على هذا الكلام بصرف النظر إنما ده أو ده أيا كانت حتى النهاردة إفرد إنه قال لي كسب كل ما تشاءته خد دوره هل الموضوع هيمر كده ولا حبه فيه حساب على اللي فات ده أكيد فيه حساب إننا النهاردة طالما فيه حالة غلط حصلت لي وفيه متسبب عن غلط حصل وفيه ساعات متسبب تنظرش تشيله لأسباب كثير مش لحالة ماينفعش ده يعني كأدارة يعني فأنا بكمل إنما هل حبه فيه حساب للمسألة دي أنا متأكد أن أحبه فيه حساب وكمان فيه حاجات بقى ما تحتملش خلاف الرأي عليها نمتهالي حضرتك والمسؤولين في النادي مجلس الإدارة والقائمين على أمور الكرة والجماهير وعضاء النادي لكل متفق على إننا محتاجين لعبين يركزوا في الأمور الفنية ماينشغلوش في أي معارك منخصرش جهد لعب لعمر ما يحتملش ده في الفن لما يحصل ده فيه حد مسؤول عنده فيه وقفة بقى الوابع دي تعمل إزاي لأن دي الأمور دي تحل في اللغرف المغلقة أكيد أكيد عندنا من الخبرات فأنا النهاردة يكلمون أأمل أن يكون الأمور دي كده أأمل أن تتعلي دي إنما في الأول وفي الآخر أنا بقول للاعبين حتى لو أنت النهاردة أي حالة بقى بتتكلم في حالة أنت فين روحك أنت في الماتش سيبك أنت لو كل الظروف كانت ضدك في كل الحالات دي يا أخ خلي عندك نخوة وخلي عندك شخصية النديلة شخصية بنت شخصيتك فين كلكم العيبة بسمتك هلعب فين أنت هو ده الموضوع يعني إنما أنا يعني حضرك عايز اللعبين يستدعو الحاجة اللي دايما حضرك بتقول إنها موجودة عند الإنسان في وقت الموقف الصعبة فين بقى الحاجات الشدة أو القوة اللي تظهر في ماطم الصعبة يعني يا دي كده يعني هي دي المسألة كده تبقى كده أتمنى أن يحصل ده بس أنا نرع ونقول برضو ما هو في الأول وفي الأخر محمد يعني إحنا بدعم نشوف إحنا عمليه تكلم في إيه وحكايات إيه وكلام ده كله وفي عالم الكرة وفي دولة الكرة في صورة حصلانا وإحنا مش أخدي خريطة الكرة خريطة الكرة بتتغير في العالم النهاردة وإحنا برضو مش أخديم بل كرة القدم والارتفاع مستوى كرة القدم والنتائج المبهرة لكرة القدم تبدأ من المراحل النشئين وليس تبدأ من مراحل الكبار ده حين